شوف عايزك دايما تبقى واسق ومتأكد مية في المية انه اي مبلغ هتدفعه اي مبلغ بمعنى كلمة اي مبلغ بتدفعه لمساعدة بني ادم بيتردلك مش بشكل ولا اتنين ولا بتلاتة بيتردلك بكل الاشكال الممكنة بيتردلك انه بيرجعلك قدوا اضعاف مضاعفة امتى محدش عارف اللي فوق عارف اللي فوق عارف ربنا سبحانه وتعالى بس بيرجع وبيرجع بالرقم دفعة جنيه بيرجعلك اضعاف مضاعفة ده واحد اتنين بيتردلك بركة في صحتك وفي صحة ابوك وفي امك وفي اولادك وفي كل من تحب بيرجعلك في البركة في الشغل بيرجعلك في محبة الناس ليك قد يعتقد البعض ان كل ده يعني مش اصل بص اي حاجة انت هتعملها هي رجع رجع ربنا بيضاعف مش بيرجع هلك زي ما هي طيب في حالات كتير بتيجي تقول انا راجل يمكن ما يكونش معايا فلوس كفاية ان انا اتبرع او اساعد انا هقولك في بعض الحالات فعلا الجنيه فارق فلما تشوف ازاي بيتم جمع تمانين مليون جنيه علشان انقاذ بنتين سكر حتتين فل ورد وطمر حنة اسمهم عالية عارفين الطمر حنة الاول ولا لا جميلة جدا عالية وفريدة عالية وفريدة بناتي الحلوين دول عندهم ضمور العضل الشوكي وزا ما حضراتكم عارفين دي اغلى حقنة في الدنيا وما اظنش انه في حد يعني الا في ما نضر يبقى عنده تكلفة علاج بتمانين مليون جنيه فدايما هتلاقوا فيه الحملات لجمع مبلغ علشان نقدر نجيب الحقنة دي وعلشان خاطر نقدر نعالج حد من ولادنا او بناتنا اللي ممكن يكونوا عندهم هذا الموضوع اللي هو ضمور الشوكي خلونا اخذ معنا على التليفون محمد حسين والد البنات اللي هم ورد وفل وطمر حنة ازايك ااستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخبارك ايه الحمد لله والله طمني على عالية وفريدة اولا والله الحمد لله صحة الحمد لله ربنا كريم بس طبعا محتاجين العلاج عشان يبقى صحتهم بأفضل طبعا ان حالته مستحية بتتراجع شوية بدون العلاج طيب احنا المفترض ان احنا تم جمع المبلغ بكامل وخلاص اه الحمد لله ربنا كريم الحمد لله طيب والمبلغ بعد كده بيتم توجيهه على طول على جامعة عين شمس مش كده عزيم طيب التواصل المفترض يتم امتى مع الوزارة احنا الحمد لله يعني المبلغ تنتجمع يوم الخميس فطبعا جمع وسبق الاجازات ان شاء الله من بداية الاسبوع بإذن الله هتواصل مع الوزارة وربنا احنا بنضم صوتنا طبعا لصوتك في انه الكلام يوصل للوزارة وانا اعتقد انه دلوقتي هتلاقيه اكيد وصل على الهوى يعني ويمكن كمان السوشيال ميديا اذا كان فيها حسنة فده من ضمن حسناتها انه برضو اكيد الكلام موصل للوزارة فاحنا من الصبح بادري كلنا هنتواصل بما لا شك فيه انت من ناحية احنا من ناحية فنبلغهم بانه تم جمع المبلغ لكن انا سؤالي المبلغ تم جمعه في قد ايه وتقريبا يعني ثلاث شهور او اربعة شهر انا بادح حسبات من شهر اربعة من شهر اربعة يعني احنا بنتكلم في اربعة شهر تقريبا اه بس الدينة كانت ماشي بطيقة شوية يعني كانت نسيحة لها حالة رقاية والحمد لله ربنا يصل اه الحمد لله وشكر الله الحمد لله فاحنا كنا بعديهم والسوشيال ميديا برضو كان فيها عامل كبير جدا ان احنا الحمد لله ربنا يصل الحلو جمعنا المبلغ وفضل طبعا الشعب المصري كله كان واقف معنا يعني الحمد لله وشركتي اللي انا شغلتها برضو الزمائل الموظفين تساعدوني في المبلغ بعض في حقنا من المبلغ وده ده دفع للناس كلها تساعدنا بجمع التبرعات وطبعا في الاول خالص طبعا وزارة التضامن الاجتماعي اشكرهم جدا الدكتورة نيدين القباج والدكتور عامل عبدالنبود كانوا مساحلين الدنيا جدا في فتح السابت وكانوا بيساعدونا والحمد لله ربنا يبركلهم يعني الحمد لله الحمد لله احنا من بكرة الصبح كلنا هنتواصل مع الوزارة بحيس انو الوزارة تبدأ تاخد اجراءاتها في توجيه المبالغ للجهة العلاجية وبناتنا ياخدوا الحقنا بإذن الله ربنا كريم يا ربنا بإذن الله بإذن الله ده بنشكرك يا محمد جدا وما تقلقش وصيبها على ربك سبحانه وتعالى وبإذن الله يقوموا زي الفل هم كده كده زي ما كنت بقولك فل وورد وطمر حنة تاني تاني وتالت ورابع لسه فيه لستة يا جماعة يعني ان شاء الله ان شاء الله علي وفريدة ياخدوا العلاج ويبقوا زي الفل زي الفل بس لسه فيه ناس تانية فيه أولاد وبنات صغيرين تانين وبالتالي لا يجب أن نتوقف على الإطلاق عن أن احنا نساعد هي رجعة رجعة ورجعة بكل الأشكال إنها ليست شكلا واحدا ولا اتنين ولا حتى تلاتة كل الأشكال اللي تيجي على بالك شوف ربك هيمنحك بركة ورزق لا تتصوره رزق بكل أشكاله مادي ومعنوي ربنا هيبرك لك في كل خطوة شوف أنا مش بقولك بقى إيه تبرع لأجل فلانا وعلانا وعلان وترتان أنا بقولك تابع الحملات دي لو سمحت واشتغل عليها وساعد وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيقدم لك إيه